كيلومترات قليلة تفصل الجيش الوطني عن مديرية المخى التي أصبحت مشارفها في مرمى مدفعية الجيش تقدم يأتي بعد تمكن الجيش من بسط السيطرة على جبل السنترال وقبله قريتا الجديد والعمري في اتجاه موازن أفادت مصادر محلية أن وحدات من الجيش بدأت زحفا نحو منطقة واحجة القريبة من المخى بعد تطهير منطقة الكدحة من الألغام التي زرعتها الميليشيا زحف تزامن مع غارات شنت مقاتلات التحالف مساء الاربعاء بعد تجاوز قرية الجديد بخمسة وعشرين كيلومترا الواقعة جنوب ميناء المخى الاستراتيجي إذ يمثل ميناء المخى أهمية لدى الميليشيا كونه المنفذ البحري الأهم لشحنات الصلاح القادمة بحرا اشتركوا في القناة